الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طاه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين سيدنا إبراهيم عليه السلام ما عبد كوكبا ولا شمسا ولا قمرا ولم يشك بربه ولا لحظة ومن المفتريات التي طالت سيدنا إبراهيم عليه السلام اتهامه أنه كان يعبد الكواكب وهذا باطل وغير صحيح وفيه نسبة الشرك والكفر لنبي كريم صانه ربه منذ الصغر من متاهات الكفر وعصمه من الزيغ والضلال وتوضيحا لهذا الأمر فلنبدأ من بدايته كان قوم سيدنا إبراهيم عليه السلام يعبدون الكواكب من دون الله سبحانه فأراد سيدنا إبراهيم أن يبين لقومه أن عبادتهم لها فاسدة وباطلة وأنها لا تصلح للعبادة أبدا لأنها مخلوقة مسخرة متغيرة تطلع تارة وتغيب تارة أخرى وتتغير من حال إلى حال وما كان كذلك لا يكون إلها لأنها بحاجة إلى من يغيرها وهو الله تبارك وتعالى الدائم الباقي الذي لا يتغير ولا يزول ولا يفنى ولا يموت لا إله إلا هو ولا رب سواه قال الله تبارك وتعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدين ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين صدق الله العظيم معنى قول سيدنا إبراهيم عن الكوكب هذا ربي هو على تقدير الاستفهام الإنكاري فكأنه قال أهذا ربي كما تزعمون لذلك لما غاب الكوكب قال لا أحب الآفلين أي لا يصلح أن يكون هذا الكوكب ربا لأنه يأفل ويتغير فكيف تعتقدون ذلك ولما لم يفهموا مقصوده وظلوا على ما كانوا عليه قال حين رأى القمر مثل ذلك فلما لم يجد بغيته أظهر لهم أنه بريء من عبادته أي من القمر لأنه لا يصلح للعبادة ولا يصلح للربوبية ثم لما أشرقت الشمس وظهرت قال لهم مثل ذلك فلما لم يرى منهم بغيته أيضا ووجد أنهم أصحاب عقول سقيمة وقلوب مظلمة مستكبرة أيس منهم وأظهر براءته من هذا الإشراك الذي وقعوا به وهو عبادة غير الله تعالى وأما سيدنا إبراهيم فهو رسول الله ونبيه فقد كان مؤمنا عارفا بربه كجميع الأنبياء لا يشك بوجود الله طرفة عين وكان يعلم أن الربوبية لا تكون إلا لله وأنه لا خالق إلا الله ولا معبود بحق إلا الله ولم يكن كما يفتري عليه بعض أهل الجهل والضلال من قولهم إنه مر بفترات وأوقات شك فيها بوجود الله لأن الأنبياء والرسل جميعهم يستحيل عليهم الكفر والضلال قبل النبوة وبعدها لأنهم بعثوا هداة مهتدين ليعلموا الناس الخير وما أمرهم الله بتبليغه فقد كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام قبل مناظرته لقومه وإقامة الحج عليهم وقبل دعوتهم إلى الإسلام والإيمان يعلم علما يقينا لا شك فيه أن له ربا وهو الله تبارك وتعالى الذي لا يشبه شيئا وخالق كل شيء والدليل على ذلك من القرآن الكريم قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه ونرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ومن أهل الضلال من اتهم نبي الله إبراهيم عليه السلام أنه كان مشركا يعبد غير الله ومنهم سيد قطب المصري زعيم حزب الإخوان الذي قال وإبراهيم تبدأ قصته فتى ينظر في السماء فيرى نجما فيظنه إلهه فإذا أفل قال لا أحب الآفلين ثم ينظر مرة أخرى فيرى القمر فيظنه ربه ولكنه يأفل كذلك فيتركه ويمضي ثم ينظر إلى الشمس فيعجبه حجمها ويظنها ولا شك إلها ولكنها تخلف ظنه هي الأخرى انتهى وهذا الكلام فيه نسبة الكفر والإشراك لنبي من أنبياء الله ومن نسب الكفر والإشراك لنبي من أنبياء الله لا يكون من المسلمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين